سين يتمتع بشيء من الخبرة في مجال الهواتف النقالة ويتاجر فيها بغير توسع وأقاربه لا يعلمون بأمر تجارته وحينما يطلبون منه شراء هواتف لهم يزيد في ثمنها شيئا له فما الحكم؟ جيم أولا إذا قال لك قريبك اشتري لي هاتفة فهذا توكيل في الشراء فلا يجوز أن تذهب لتشتريه وتبيعه عليه ولا أن تشتريه من نفسك لو كان عندك ما لم تعلمه بذلك لأن الوكيل لا يبيع لنفسه ولا يشتري من نفسه قال ابن قدامة رحمه الله من وكل في بيع شيء لم يجوز له أن يشتريه من نفسه وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي فانيا من وكلك في الشراء ولم يعطيك مالا فهذا جمع بين أمرين اقتراض منك وتوكيل لك في الشراء بهذا القرب وعليه فلا يجوز أن تزيد شيئا على ثمن الهاتف لأنه حينئذ زيادة على القرب ومن وكلك وأعطاك المال للشراء فهذه وكالة فقط وما يأتي من تخفيض أو هدية ونحوها فهو للموكل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة يجب على المسلم الصدق في المعاملة ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية يأخذها الوكيل لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه وبهذا تعلم أنه لا يجوز أخذ شيء من المال إلا بعلم الموكل وذلك له وجهان الأول أن يكون أجرة على الوكالة الثاني أن تبيع الهاتف عليه بشرط أن تملكه أولا أو أن تبيعه على وجه السلم وفي الحالين يلزم معرفته أنك بائع وأنه يشتري منك ما تملك لا أنه يأخذ منك ما وكلك في شرائه من أجله لأن من شروط صحة البيع رضى المتبايعين والله أعلم حسناً